موعدنا مع جمال وسحر الطبيعة اللي بنشوفه في مدينة العالمين مدينة العالمين الجديدة اللي يمكن احتضنت بالأمس يعني مهرجان موسيقي كبير كان فيه كايروكي وكان فيه توليت بالتأكيد النهاردة أيضاً حيبقى فيه فعاليات أخرى مش بس غنائية أكيد رياضية وفنية زميل لمحمود جميل هناك في مدينة العالمين بنقوله صباح الخير وأخبار النهاردة إيه وأخبار جدول النهاردة إيه يا محمود مع مهرجان العالم صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير عليك يا منا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بصبح عليكم من أحلى المدن السياحية الموجودة مدينة العالمين الجديدة والحقيقة عايزة أقولكو مفيش أجمل ولا أحلى من إنك تصحى الصبح كده وتشوف منظر البحر الجميل مع طبعاً الأبراج فكل المميزات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة تجعلها من أفضل الوجهات السياحية اللي موجودة ويمكن مش ده بس كلامي لكن كمان شهادة الجمهور اللي كان موجودة مبارع في حفلة كايرو كي وتوليد والحقيقة كانوا مبسطين جدا بالأجواء اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة خاصة أن فيه منهم ناس كتير سفروا برى مصر ولكن لما شافوا المناظر برى والأشكال برى وجم هنا في مدينة العالمين الجديدة فالحقيقة هم مبهورين جدا بالجمال والتطور العمراني والسياحي اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة ويمكن امبرح احنا كنا مع ليلة رياضية فنية الحقيقة ولكن خليني ابدأ طبعا بنهاية اليوم امبرح وهي الحفلة الجميلة لكايروكي وتوليت والحقيقة خلينا اتكلم الاول عن حجم الاقبال الشديد اللي كان موجود في الحفلة وده طبعا يعني بيعود الى الجمهور الكبير المحب والعاشق لكايروكي وكمان لتوليت يعني احنا لقينا مختلف الاعمار اللي موجودة منهم كل الناس اللي بتحب توليت والناس طبعا اللي بتحب كايروكي فالحقيقة امبرح كان فيه زحمة جدا في الحفلة وكان فيه اقبال من مختلف الاعمار امير عيد نفسه قال على الستيج ان دي من اقوى الحفلات اللي بيعملها كايروكي وكمان السنة اللي فاتت كايروكي كانت من اقوى الحفلات وامبارح كمان كانت من اقوى الحفلات جدا في مهرجان العالمين في نسخته التانية الناس امبسطت بالتنظيم امبسطت طبعا بالاغاني اللي قدمها كايروكي فالحقيقة كان فيه تنوع امبارح جميل جدا من حيث الأعمار اللي موجودة ومن حيث التنوع الغنائي ما بين توليد وأمير عيد وكايروكي امبارح كمان كان عندنا طبعا بعض الفعاليات الرياضية اللي كانت موجودة قبل حفلة كايروكي ويمكن بدأناها بالماراثون اللي كان موجود في مدينة العالمين الجديدة ماراثون الدراجات والجري ماراثون الدراجات هو الثاني مرة يتعامل منذ أيام كان فيه الماراثون الدراجات الأول وده ماراثون الدراجات الثاني لكن ماراثن الجاري كان لأول مرة يكون موجود في النسخة التانية لمهرجان العالمين الجديدة وكان فيه مشاركة كبيرة جدا من اللاعبين ومن الرياضيين والحقيقة خاضوا مسافة 6 كيلو من المنطقة الترفهية لوصولا لحد الممشى السياحي والعكس والحقيقة كان فيه أجواء جميلة جدا مبارح ساعدت الشباب على مسألة الجاري وعلى مسألة التنافس فيما بينهم فيما يتعلق بحالة الجو اللي كانت موجودة أجواء مدينة العالمين الساحرة وكان فيه تفاعل كبير جدا من المواطنين الحقيقة اللي موجودين على الممشى وكانوا بيشجعوا الشباب وكان فيه حالة كده تنافسية وحالة جمالية حلوة جدا من الناس اللي مستمتعة بالفعاليات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة وخلينا أقول لكم نمبارح الحقيقة في الفعالية دي تحديدا الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية قدمت مجهود كبير جدا في فعالية الماراثن الجاري فيما يتعلق بقى بالتنظيم كان الحقيقة تنظيم على أعلى مستوى فيما يتعلق بنقطة البداية ونقطة النهاية والعودة كمان مرة تانية التأمين اللي كان موجود الحقيقة على أعلى مستوى فيما يتعلق بالمصاري اللي كان موجود لماراثن الجاري سيارات الإسعاف اللي كانت موجودة طبعا التغطية الإعلامية اللي كانت موجودة الحقيقة كل تفصيل من التفاصيل الصغيرة والكبيرة كانت حريصة عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تواجدها ودي طبعا اللي خلت الحدث يليق بكل جمهور وزوار مدينة العالمين الجديدة استكملنا كمال اليوم مبارح بفعل بفعالية الأضية والنسخة الخامسة للأم ام اي والحقيقة كان مبارح في حضور جماهير كبير جدا الناس كلها بتتابع البطولة وبتتابع الفعالية وطبعا الشركة المتحدة مقدمة تسهيلات كبيرة جدا في تواجد الفعالية دي في النورث سكوير وتقديم كل الخدمات اللي تساعد على وجود اللعيبة 24 مقاتل من 8 جنسيات مختلفة وكمان على إتاحة الفرصة للجمهور انه هو يكون موجود ويتابع الرياضة المفضلة ليه دي بالنسبة للفنون القتالية المختلطة فالحقيقة كان اليوم مبارح مهم جدا ودي الأول مرة النسخة تكون موجودة في مهرجان العالمين الجديدة وده طبعا بيأتي من حرص إدارة المهرجان والشركة المتحدة على تنوع الفعاليات وانه يكون فيه فعاليات جديدة موجودة في النسخة التانية النهاردة هيتستكمل الفعاليات دي ببطولة كرة السلة لأبطال أو مناطق قاهرة واسكندرية والجيزة التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هيكون عندنا النهاردة حريفة المدارس هيكون عندنا دور كرة القدم خاص بطلبة المدارس على ملعب كرة القدم بالإضافة إلى انطلاق بطولة الجودو بمشاركة بعض الأندية والمنتخبات العربية بالإضافة طبعا لسباء السيارات اللي هيكون مستمر معانا النهاردة ومصرحية البنك سرقول للفنان أشرف عبد الباقي ودكان الأحلام اللي هيكون موجود في المصرح الروماني في المدينة التراثية اليوم مليء بالفعاليات المختلفة دعوة لكل الناس نهاية تيجي مدينة العالمين وتستمتع بكل الفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة وبالتأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات دي لحظة بلحظة وبرجع لكم مرة تانية في الستوديو منا ومصطفى شكرا لك يا محمود وبالتأكيد في فعالات كتير جدا مهرجان العالمين هيعملها يمكن طابع الرياضي يغلب على بداية الأسبوع بعد ويك اند غنائي جمع ألوان كتير جدا من الموسيقى في مهرجان العالمين بها